أكد وزير الخارجية سمح شكري أن انخراط مصر الفاعل والنشد في منتدى تعاون الصيني الأفريقي قد بدأ منذ وقت مبكر حيث استضافت مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة للمنتدى عام 2009 وتم اعتماد إعلان شرم الشيخ باعتباره وثيقة سياسية مهمة سهمت في دفع العمل الأفريقي الصيني المشترك وفي كلمتي خلال الاجتماع الوزري التنسيقية لمتابعة تنفيذ تعهدات النسخة الأخيرة من منتدى تعاون الصيني الأفريقية أكد شكري الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لعدد من التحديات الدولية القائمة وعلى رأسها التباطؤ في سلاسل إمداد الغداء وارتفاع أسعار الطاقة ونقص الحبوب والسلع الغدائية بما يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغدائية بالقارة الأفريقية